حافظ إبراهيم شاعر النيل شاعر الشعر شاعر الفقراء يكون لها ألقاب لقب بينها الشاعر حافظ إبراهيم المولود في مدينة ديروت بمحافظته محافظة أسيوت بيقوله أو بيتحدث عن الأخلاق الكريمة وعن عظم تلك الأخلاق بيقول إني لتطربني الخلال كريمة طرب الغريب بأوبة وتلاقي وتهزني ذكرى المرؤة والندى بين الشماء لهزة المشتاق فإذا رزقت قليقة محمودة فقد اصطفاك مقسم الأرزاق السؤال الأول بيقولي تخير الصواب مما بين القوسين المقصود بكلمة الشمائل في قوله وتهزني ذكرى المرؤة والندى بين الشمائل هل المقصود منها جهة الشمال ولا المقصود منها الأخلاق ولا المقصود منها الكرم طبعا ليست جهة الشمال لأن الشاعر ما بتحدث عن انجهات طيب كلمة الأخلاق لو حطينا الكلمة في السياق الجملة آه وتهزني ذكرى المرؤة والندى بين الأخلاق آه صح يبقى هنا كلمة الأخلاق هي المقصود بكلمة بكلمة الشمائل مضاد كلمة الندى طيب عشان أجيب المضاد لازم أكون عارف معنى الكلمة مضاد الندى معناها الكرم طيب عكسه الصدق والخصام عكسه الوصال طيب جمع كلمة خليقة خليقة معناها صفة من الصفات وجمعها طبعا أخلاق جمع خلق تبع مش بتاعتنا خلاقات جمع خلاقة طيب خلائق هي وهي جمع خليقة ايه جمع كلمة خليقة هتبقى ايه هتبقى خلائق طيب سؤال رقم بي بيقول لي اشرح الأبيات بأسلوب أدبي بأسلوب أدبي يعني هو عاوز أسلوبنا داخل ايه داخل او من خلال فهم انا له الأبيات التلاتة ولكن بصورة أدبية صورة جميلة وكأنك بتكتب موضوع تعبير يعني طيب الشعر هنا في النص بيعبر عن طبعا فرحته بالأخلاق الكريم وسعادته بالأخلاق الايه الكريم ويا حبازة لما جاشرح مثلا نص او اصرح جزء من نص احط عنوان للجزء اللي انا ايه اللي انا اشرح يعني سعادة الشاعر بالأخلاق الكريم وابدأ من خلال العنوان ده ان انا ابدأ اوضح اللي انا فهمته من الأبيات اللي هو جايب هيا يبا سعادة الشاعر بالأخلاق الكريم الشاعر يقول انه يفرح ويسعد بالأخلاق الكريمة كما يسعد الغريب حين يرجع ويعود إلى وطنه وقومه ويسأوي في البيت الأول خد بالك الشاعر بيعبر عن مدى فرحته بالأخلاق الكريمة حين يقول أنه يسعد بالأخلاق الكريمة كما يسعد الغريب حين يعود ويلتقب من بأهله طبعا سعادة كبيرة كمان بيقول وتهزني ذكرى المرؤة والندى في البيت الثاني بقى بيتأثر بذكر الأخلاق الكريمة كما يتأثر المشتاق حين يسمع أخبار عن أهله إنسان الغريب بعيد عن أهله أول ما بيسمع خبره ولو بسيط عن أهله بيكون في تأثر وتلاهف على هذا الخبر عشان كده الشاعر بيقول أنه يتأثر بذكر المرؤة والندى وهنعرف ليه هو خاص المرؤة والندى عن بقية الأخلاق بيتأثر بذكر المرؤة والندى بين الأخلاق كما يتأثر المشتاق حين يستمع أخبار إلى قومه الهدية بقى في البيت التالي فإذا رزقت خليقة محمودة وربنا سبحانه وتعالى رزقك بخليقة أو بصفة من الصفات الطيبة فاعلم أنه قد ميزك واختارك بها على كل مين على كل الناس وكأن الأخلاق الطيبة رزق من الله مش أي حد بيغتب الرزق ده بيصطفي الله بيه سبحانه وتعالى من يشاء من عباده كما يقول الشاعر فإذا رزقت خليقة صفة طيبة فقد اصطفاك وميزك بها الله سبحانه وتعالى على بقية ليه على بقية الناس ده الشرح الأدبي المنجز لمين للثلاث أبيات اللي موجودة معنا من خلال فهمنا للنص أو الأبيات اللي موجودة معايا كويس أول نيجي للسؤال المعتاد بعد كده أقول ليه استخرج من الأبيات اسلوبا مؤكدا بأكثر من أداة احنا مش هنستخرج بأسلوب بس ده احنا هنحاول نجيب معظم طبعا مظاهر الجمال اللي موجودة معايا في النص ده أو في الثلاث أبيات اللي موجودين معايا بيقول لي إني لتطربني الخلال كريمة طرب الغريب بأوبات وتلقي كويس أول عندي الأسلوب اللي معايا هو جبت السؤال بتاعي رقم جين إني أدي أول أداة لتطربني اللان تاني أداة طرب الغريب دي تالت أداة إني لتطربني الخلال كريمة طرب الغريب اسلوب مؤكد بإن واللم ولمفعول المطلق أدي إن أدي اللام وإني المفعول المطلق احنا عرفنا ودرسنا قبل كده أن المفعول المطلق هو ما يأتي اسمه منصوب يأتي من لفذ الفعل أو تطربني هذه الفعل طرب ده المفعول المطلق بتاعه المفعول المطلق في نوع مبين للنوع وفي نوع مؤكد عندنا طبعا طرب الغريب بأوبات وتلاقي بيفيد التوكيد بالتالي الاسلوب ده مؤكد بثلاث أدوات إنه واللام والمفعول والمفعول المطلق طب لسه ما سبناش البيت الأول في مظهر جمال مهم جدا ده اتنين كمان ما الجمال في قوله طرب الغريب هنا تصوير صور الشاعر فرحته بالأخلاق الكريمة بفرحة الغريب حين يرجع لقوم ويلتقي به عندي كلمة أوبا وطلاق العطف ما بين كلمة أوبا وطلاق ده بيفيد ايه أو يقول لي أيهما أجمل بأوبا وتلاقي ولا أوبا ورجوع طبعا الأجمل بأوبة وتلاقي ليه لأن الشاعر أو الإنسان لا تكتمل فرحته إلا بلقاء أهل الإنسان الغريب حين يرجع من سفره فلا يكتمل ساعته أو لا تكتمل ساعته ولا تكتمل فرحته إلا حين يلتقي بمين يلتقي بأهله يبدأ تعبير يدل على إكمال أو إتمام سعادة سعادة الشاعر بالأخلاق الكريمة طيب نيجي للبيت التالي بتهزني ذكرى المرؤة والندى لماذا اختص الشاعر المرؤة والندى عن بقية الصفات؟ ليه؟ الشاعر اختص أو اختار المرؤة والندى عن باقي ليه باقي الصفات؟ لأن المرؤة والندى هي اسم جامع لكل الصفات الطيبة كل الصفات الطيبة بتندرج تحت المرؤة والإيه؟ والشجاعة، الصدق، الإخلاص، الاجتهاد، الكرم دي كلها تأتي تحت المرؤة اللي هي الشهامة والندى اللي هي الندى والكرم عشان كده الشاعر اختار المرؤة والندى عن بقية الصفات بين الشماء الهزة المشتقل وفينا تصوير كمان صور الشاعر تأثر الإنسان أو تأثره بالأخلاق الكريمة بتأثر الغريب حين يسمع أخبار عن قومه فإذا رزقته، لسه قالين من شوية بقى الفعل رزقته، رزقه ده فعل مبنى المجهول للعلم بليه؟ للعلم بيه، مبنى المجهول الحزفة منه الفاعل طبعاً والكلمة خليقة هنا هتبقى مفعول به طبعاً منصوب فإذا رزقته خليقة فعل مبنى المجهول للعلم بالفاعل وهو الله سبحانه وتعالى هو الرزاق الكريم خليقة، كلمة خليقة هنا بقى نكرة ولا معرفة؟ طبعاً نكرة تفيد التعظيم محمودة فقاضي اصطفاك الاسلوب ده أو الجملة دي على قطر مما قبلها نتيجة كمان الاسلوب مؤكد بيه؟ اسلوب مؤكد بيه قد فإذا رزقت خليقة محمودة فقد اصطفاك مقسم الأرزاق كويس أولاً سؤال تاني ممكن يجيلي على حفظي للبيت أو الأبيات اللي معايا بيقول لي إيه؟ هات من حفظك ما يدل على تقسيم الله للعطاء بين الناس هات من حفظك ما يدل على تقسيم الله للعطاء بين الناس فيه بيت بيقول أن الله سبحانه وتعالى قسم العطاء بين ليه؟ بين الناس منهم من أخذ المال ومنهم من أخذ العلم ومنهم من أخذ مكارم الأخلاق ومن الناس طبعاً هذا حظه إيه؟ مال نكتبه كده هذا حظه مال وذا علم وذاك مكارم الأخلاق دي تقسيم الله سبحانه وتعالى على العطاء بين الناس هذا حظه مال وذا علم وذاك مكارم الأخلاق هناك من أخذ المال كان رزقه المال وهناك من كان رزقه العلم وهناك من كان رزقه مكارم الأخلاق سؤال تاني تابع للسؤال ده يقول لي أيهما تفضل المال أم العلم أم مكارم الأخلاق الأفضل في التلاتة هو مكارم الأخلاق ليه؟ فبيقول لي والمال إن لم تدخره محصناً بالعلم كان نهاية الإملاق والعلم إن لم تكتنفه شمائل تعليه كان مطية الإخفاء إحنا مسلناها قبل كده بدايرة بسيطة عندي هوا المال زي ما قال الشاعر إن لم تدخره محصناً بالإيه؟ بالعلم يبقى لازم المال يحصن بالإيه؟ بالعلم كويس قوي يبقى العلم بيحمي مين؟ بيحمي المال طيب طب العلم محتاج اللي يحميه إيه هي؟ الأخلاق الإيه؟ الكريمة ماشي كده؟ طبعاً يبقى عندي المال والعلم والأخلاق الإيه الكريمة طبعاً أفضلهم الأخلاق إيه؟ الأخلاق الكريمة آآ فاصل قصير ثم نعود إليكم إن شاء الله تعالى السلام عليكم أحبابي عودنا إليكم بعد الفاصل وكنا بنتكلم طبعاً عن آآ أيهما تفضل المال أم العلم أم الأخلاق؟ سؤال ممكن يجيلك وطبعاً إحنا فصلنا وقلنا أن المال يجب أن يتم حمايته بالعلم والعلم يحمى بالأخلاق فبالتالي تجد أن الإطار العام للإتنين اللي بيحمي لإتنين المال والعلم هو الإيه؟ هو الأخلاق الكريمة لو أنت اخترت طبعاً اختيار الإيه الأخلاق الكريمة هتقول لأن الأخلاق تحمل علم وتحمل إيه المال فالمال بلا علم وبلا أخلاق يؤدي إلى الفق والعلم أيضا بلا أخلاق يؤدي في النهاية إلى الفشل كنمطية الإخفاق نيجي بعد بعد كده ننتهينا من المصين اللي موجودين معانا